يستهدف الأسبوع الوطني لتطعيم تلقيح 7000 مواطن في ولاية تيرزامور وذلك حسب النظام الصحي المتبع في أخذ اللقاح ومن ثانوية الزوارات واكب والي تيرزامور انطلاقة الحملة أخذ الجرعة واطلع ميدانيا على سير العملية التي استهدفت هذه المرة مع الكبار أبناء المدارس من 12 سنة إلى 25 اللجنة الجهوية على المستوي لاية تيرزامور عقدة اجتماع تحضير لهذه الأسبوع الوطني لتلقيح تم من خلال وضع الاستراتيجية الجهوية لهذه الأسبوع انطلاقة من اقتراحات اللجانة المقاطعية وفي هذا الإطار تم تحديد رصد الوسائل الضرورية للقيام بهذه الحملة من خلال توفير الوسائل الوجستيكية والتنسيق مع الطواقم الطبية وخاصة منتدى المجتمع المدني والهياة المتخبة لذلك نهيب جميع المواطنين سواء منهم الذي سبق أن تم تلقيحه أو الباقي انهم يتوجهوا المراكز المفتوحة للتلقيح إما بتعزيز اللقاحات السابقة أو بالتلقيح من جديد وللوصول إلى هذا الهدف عبأت السلطات الجاوية على مستوى الولاية التواقم البشرية الكافية وزودتها باللوازم والمعدات الطبية الضورية اليوم تم اتلاق هذه الحملة في جميع المراكز الصحية في ولاية رزمو محمد لله الوسائل الموجودة الفرق عندنا تقريباً شيوعين ملاقع تقسم على تقريباً عندنا هون 15 فرقة في مقاطعة الزوارات وثلاثة فرق في بيرموغرين مقاطعة بيرموغرين وثلاثة في مقاطعة فديرك تقريباً ما يناهز 7000 كيف تعرفوا الحملة التالية عادنا نسبة أكثر من 150% وبالتالي نحاول إن شاء الله أن نوصل إلى الهدف في هذه الحملة الثانية قبل الموعد المحدد لانطلاقة الحملة توزعت الفرق الميدانية بين المرافق الصحية والمؤسسات التعليمية في المجال الصحي دائماً كان والد رزمو سيد محمد المختار العبدي قد أدى زيارة تفقد واطلاع مساء أمس للمستشفى الجهوي بزورات مكنتهم الاستمار عن قرب للمواطنين حول المشاكل والعلاقيل التي تواجه مرتادي هذا المرفق العومي وتعرف من المسؤولين عن المستشفى ومن الأطباء على النواقص المسجلة وطبيعة الخدمات المقدمة وأكد سيد الوالي أمام الجميع أن الهدف من هذه الزيارة هو تجسيد مضمون خطاب رئيس الجمهورية وتوجهتها الرامية إلى تقريب الخدمات الإدارية من المواطنين وجعلها في متناوله وفي اجتماع خاص به الطاقم الطبي جدد سيد الوالي هذه التعليمات مؤكداً أن المواطنة هو الأولوية بالنسبة للدولة وأن خدمته بكرامة وشرف هي الهدف والغاية مختار بابو الأحمد قناة الموريتانية مدينة زورات